هسألك على مجموعة الوين أوكي وتقوليلي ده ممكن يخلق ايه في البيت؟ في المكان؟ في الشركة؟ طيب الوين الأحمر لو انا عملك دور واحد مش هقولك اتنين او قوضة كاملة أحمر هممكن اوريهالك على الموضع وريها لها يعني اسوألخ سورة اللي فيها على الأحمر حبيبتي اهلو اتفضلي يا سيد اتفضلي لا حوله ولا قوته إلا بالله يعني انا كده بالضبط كده فاضل طوري عدي طيب لو انا حطيت كرسي أبيض او فوتي أبيض لا والنبي يا جماعة انا احمر مع احمر انا اللي هتخلق والله الكرسي يفاصل بينكم بصي حبيبتي لا ده الأحمر انا منصحش به خالص لان الأحمر فعلا فعلا بيسبب الأحمر ده في وردة يديها حبيبي حبيبته وهو وردة صغيرة كمير وصغيرة بربع لكي او في عربية شيك صح في دراس مثلا في شنطة لكن حيطة حمرة هتعجبني يوم الثاني الثالث النهاردة بس لكن فعلا اللون الأحمر بيعمل نوع من الغضب والعصبية احكي لك على حاجة تانية قبل ما اخش على اللون التاني قولي كنت عارف زوج وزوجة من أصدقائي كل يوم بيتخنقوا خناقة وضرب وحوارات كبيرة فبنكلم لهم ناس عشان نصلح بينهم فكلمنا حد نفسي دكتور قالت لي هم اللي انت بتحكيه واللي بيقولول بعض هم اللون الجدار اللي جنب سرارهم ايه اللون الجدار اللي جنب التيفي ايه طلع واحد أورنج بضبط والتاني تقريبا جري غام حاجة كده انت متخلق معانا أورنج وجري اه كده ده يخلق مشاكل اه اللون الجري لون قاطم بيجيب اكتئب ده حرفيا الا في تونز معينة من الرمودي ان انا احطها في أماكن معينة وطعمها بألوان زي ما ممكن اعمل عليها حاجة موسترد اورنج بالشكل ده لكن برضو ما يبقاش مساحات كبيرة فلا الجري برضو انا منصح الجري الغامق انا منصحش به خالص لكن اطلع في الجراش كل ما اقرب من الأوفوايد والجري الفاتح من الدرجات الحلوة جدا في الديكار الجري الفاتح اه الفاتح خالص بالضبط كده لكن القاطم اللي هو المقارب للبلاك ده لا طبعا ده كئين يا جماعة والله الالوان دي حلوة في اللبس لو انك تلبسه اللبس مرة واحدة او مرتين بالضبط وكده وشكرا بيتحط او بيروح في حتة تانية لحد تانية بيستخدمه الله ينور عليك انما حاجة دائمة قدامي انتي دقدر يتعودي في مكان فيه حيطة بالشكل ده لا يا جماعة احنا نبعد عن الكلام عن الكلام ده خالص نبعد عن الجري الغامق في مساحات كبيرة كده خالص خلص طبعا احطه في عمود احطه في كورنر صغير احطه في حاجة في فرنيتشر ده تمام في تابلو اوكي اه صحيح لكن ما حطوش في حيطة بالشكل ده صعب اه 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 بوسيدة بوسيدة اسود اه اللون الاسود اللون الاسود ما عاملته بالضبط زيها زي الجري انا برده لا ده اتقل من الجري اه برده وبعدين على فاكرة بالمناسبة احنا احنا كا ديزاينر مفيش حاجة اسمها عندنا ان الاسود ده لون احنا الاسود ده ما اعتبارش لون الاسود ده مادة احنا بنيدي بيها تونزية بنغمق بيها زي الابيض مادة بنفتح بيها اوه لكن حرفيا هو مش لون ما يتحطش كده بيزك هو لا لا ما يتحط بيزك كده اه حرام يعني عارفة ممكن يخش بيزك كده في حاجة تجارية كامرش اه بيبقى شيك بقى ليه بنحب قوي ده كمان ويبقوا لعبين بالاضاءات زي ما انت قلت بزاك بتبقى واو بتبقى حلوة جدا قوي لان قرزي الفرنيتشر بتاع الكامرش بيبقى كله مطرقع فالاسود بالنسبة له هدى الموضوع فعمل كنتراست حلو صحيح اللون الاخضر مثلا انا من انصار اللون الاخضر انا من عشاء اللون الاخضر انا من عشاء اللون الاخضر انت عارفة بصي الاخضر سايكولوجيك مريح جدا 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 لون الزرع اصطلة نفسها على الزرع ده بيريح البني ادم نفسي الاقدر والازرق طبعا يعني اللونين دول من اقدر لا انا مش عارفة على الاخضر بس انا الاخضر انت صحي فيه هنشوف الازرق لو معنا سور ونشوف هنقتنع الازرق اهو الازرق فيه انا 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 وراي موضوع ايه لي بالازرق اهو فيه صورة فيه صورة موجودة للريسابشن فيها ازرق مع الجري معنا يا جماعة صورة بالازرق يا شباب اه فيه ازرق بوسي حبت الازرق اهو لون بيدي بوزيتيف انرجي يعني انا بنصح الناس بس درجة وليه لدرجة في الحمامات في الحمامات ان احنا نستقل درجة لون الازرق بتاع البول هيا دي اللي هو من السماوي وانتي نزلة غامق لحد ما تقربيش من الكوحلي صحيح يعني انت لحد درجة لون الازرق دي انت كده تمام بيدي بوزيتيف انرجي رهيب طبعا بيقولك بينصحوا علماء بيها ان احنا نحطها في الحمام ونحطها في غرف النوم درجات الازرق لا من الدرجات الحلوة الازرق والاخضر فعلا فعلا بيديوا طاقة ايجابية حلوة الاخضر بيدي طاقة ايجابية في كل حاجة اهو في حياتنا اشتركوا في القناة ولم يapproنا في الحمام افراق